موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد وسلسلة كيف اللي نزلنا فيها اكتر من فيديو اليوم بإذن الله راح نشرح لكم طريقة بسيطة اللي هو كيف انك تجيب الفيسات او الابتسامات او الاموجي سماها مثل ما تبي الموجودة بالايفون على الجالكسي لماذا قلنا الجالكسي؟ ما قلنا الاندرويد لان الطريقة هذه جربناها على الجالكسي واثبطت ما فيها اي مشاكل كذلك جربناها على بعض الهواتف الاتشتي سي كذلك اشتغلت لكن مو كل الجوالات فبإذن الله راح الان نذكر الطريقة وبعد ما تخلص جربها على جهازك واذكرنا بالتعليقات ايش اسم جهازك اللي ضبطت معه الطريقة الان مثل ما نشوف الطريقة راح تكون طبعا بسيطة جدا جدا كل اللي عليك انك تحمل هذا البرنامج اللي هو ايموجي فون تثري والرابط موجود اسفل الفيديو بإذن الله يعني راح نحدث الرابط الاحدث اصدار من التطبيق لانه حاليا غير موجود على متجر جوجل كان موجود اللي هو في متجر جوجل لكن تم حذفه لكن حنا وفرناه اللي هو بنسخة ال ابكي طبعا التطبيق راح يغير لك اغلب الخطوط الموجودة بالجهاز اكيد مو كلها في بعض التطبيقات ما راح يدعمها لكن الاغلب مثلا هنا في الرسائل خلونا نشوف اللي هو الفيسات مثل ما نشوف هذوري هن الفيسات حقات سامسونج مثلا انت معاك الفيسات حقات اتش تي سي او اي وام ثاني فالان بعد تركيب البرنامج كل اللي عليك انك تفتح البرنامج بعدين تتوجه للاعدادات ونتوجه الخيار الشاشة بعد كذا اختار نوع الخط اللاحظة الان موجود عندي اللي هو اموجي فون تثري اختاره بعدين تمت او دن على حسب لغة الجهاز اللي عندك الان اطلع للشاشة الرئيسية مثل ما نشوف خلونا نشوف اللي هو حق الرسائل الرسائل يتغيرت صارت.. صارت الفيسات حقات الايفون مثل ما تشوفون او الفيسات الموجودة بالواتزاب فالان صارت خلاص عندك الفيسات كلها نفس الفيسات الموجودة بالاييفون والحلو بالموضوع ان يعني نفس البرنامج هذا يحدثون يعني كل ما نزلت له فيسات جديدة مثل ما نشوف الآن فيه تحديثات مثلا تنزل للآيفون أو الأي جهاز ففيه فيسات جديدة يضيفونها البرنامج هذا يضيفها لك فمثلا لو أحد أرسلك مثلا من آيفون فيس أصلا مو عندك بالعادة يطلع علامة استفهام لكن هنا راح تجيك الفيسات كاملة غير كذا لو رحت لما سناب شات هذه بعد حاجة مهمة أو خلونا نقول يعني كثير اللي هم يسألون عنها دقيقة خلونا نصور خلونا نصور السقف عندي فالآن مثل ما نشوف إذا كتبت اللي هو بسناب شات حتى كذلك راح يتغير معاك الخط فتقدر اللي هو تحط نفس الفيسات حقات الآيفون برضو بسناب شات الحاجة الثانية بالإنستجرام كذلك بعد صارت الآن تطلع لك الفيسات الجديدة خلونا نشوف مثلا نفتح هذا الصورة الآن مثل ما تشوف الفيسات صارت فيسات الآيفون بدل ما هي فيسات سامسونج طبعا هذه هي الطريقة باختصار جدا لو عندي كي استفسرات ضاع لنا أسفل الفيديو بالتعليقات وأرجع كذلك يعني أن هذه الطريقة مرح تنفع مع كل الهواتف لكن حنا جربناه على الجالكسي اس 6 وبعض الأجهزة الثانية وكذلك الـ HTC A9 أن تجربها وكتب لنا بالتعليقات اللي هو اسم جهازك ولا تنسون تطلعون على الشروحات اللي سويناها في سلسلة كيف السابقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته